من الأشخاص في هذه الأوضاع الأمنية السيئة ونحن الآن أيضا نعمل على التفاوض من أجل التوصل إلى هدنة وإنني آمل أن نتوصل إلى هدنة قريبة وأنا شخصيا أعبر عن انتناني لوزير الدفاع أستن وكذلك أفراد الجيش الأمريكي الذين قاموا بعمليات الإجلاب بمهاراتهم الرائعة وأظهروا كذلك بأنهم الأفضل على الإطلاق في العالم إن القرار وقف الأعمال في السفارة وهو بطبيعة الحال لأننا في وضعين في غاية الخطورة ولذلك فإن الأولوية الأولوية هي أولوية الأشخاص وكذلك كما نعلم جميعا فإن الحال الأمنية في الخرطوم في أسوأ حالتها ولذلك أود أيضا أن أوضح بأنه مع وقف هذه الأعمال في السفارة فإن الاتصالات مع الجانب الدبلوماسي في السودان ما زالت مستمرة ونحن سوف نكون على اتصال وثيقة مع كل الأفراد التابعين لأولوية المتحدة ولنقدم لهم كل الدعم اللازم وكذلك أيضا هؤلاء الأشخاص هم الأشخاص الذين ما زالوا موجودين في السودان كذلك أيضا نعمل مع الشركاء في إجراء بعض العمليات من أجل إجلاء العديد من الرعاية ونحن سوف نعمل عن كثب مع كل الشركاء من أجل حماية الشعب الأمريكي هو مواطن الشعب الأمريكي في السودان ونحن ننخرطه بشكل مباشر مع السيد برهان وحمد تيب بشكل مباشر لتوصل إلى وقف لإطلاق النار ووقف جميع العمليات القتالية والالتزام بالتعهدات الإنسانية الشعب السوداني لم يفقد الأمل في الديمقراطية أبدا والولايات المتحدة سوف تعمل مع كل الأطراف مع الشركاء الدوليين لإنهاء العنف في السودان والعودة مرة أخرى إلى الحكم المدني إن كينيا كانت شريكا قويا في هذه الجهود وكذلك أيضا فإن كينيا لديها دور كبير ليس فقط في هذه الأزمة في السودان ولكن في دعم جهود الأمم المتحدة والقوات حفظ السلام في أدة دول من هذا العالم كذلك أيضا تمكنت كينيا من التوسط لوقف إطلاق النار في إثيوبيا وكذلك أيضا في الكونغو وعلى مدار السنوات الماضية كانت كينيا دائما ملتزمة بمثاق الأمم المتحدة وعملت كثيرا من أجل تعزيز حق الإنسان في بعض الدول الولايات المتحدة وكينيا شريكان في العديد من القضايا لذلك فإننا ألقين الضوء على الكثير من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين الولايات المتحدة وكينيا وتحدثنا كبيرا كثيرا عن مسألة الصحة العامة ونحن نأمل أن تكون كينيا دولة رائدة في الرعاية الصحية وهناك الكثير من المبادرات التي سوف تقدمها الولايات المتحدة إلى كينيا وأيضا الولايات المتحدة قدمت العديد من المساعدات بما في ذلك لقاحات وباء جائحة كورونا كذلك أيضا اليوم تمكننا من الوصول إلى العديد من الأهداف التي كنا وضعناها معنا من أجل كافحة العديد من المراضة المستوطنة في هذه البلاد وهذا أعتبره إنجاز كبيرا نحن أنقذنا بذلك الكثير ملايين الأشخاص وهذه الجهود كانت مستمرة من عقدين ماضيين نحن الآن نعمل من أجل بناء إطار كيني من أجل حتى تتمكن كينيا من مساعدة نفسها وتحقيق الأهداف بحلول عشرين خمسة عشرين الأمن الغذائي والصحة من أهم المواضيع التي ركزنا عليها وقلنا أنه يجب أن نستثمر في الغذاء بشكل مسدام بالتعاون مع الهيئات التابعة لأمم المتحدة ذات الصلة وأيضا قررنا أن نعطي الفرصة الكبيرة للقطاع الخاص للمشاركة في تأمين الغذاء للمواطنين في كينيا ولعب دور أكبر في هذا الصدد هناك العديد من الشراكات الآن بين الولايات المتحدة وكينيا فيما يتعلق